ما زالت عمليات إحراق المحاصيل الزراعية في العراق مستمرة وتتصاعد في مواسم الحصاد في فصل الصيف آخر عمليات الحرق ما تعرضت له مزارع الحنطة في محافظة التأميم والتي اتهمت فيها القوات الأمنية تنظيم داعش بالقيام بها إذ أسفر هذا الإحراق الجديد عن مقتل ستة أشخاص في أثناء محاولاتهم إخماد الحرائق في حقول الحنطة العائدة لهم في قريتي بلداغ ودوكشمان في ناحية تازة هاي صار رابع سنة خامس سنة إصر حريق متعمد متعمد يعني تيجي تلقى ذابوا النار بنص الزرع وماشي ما تعرف صار تقريبا بس بها المنطقة سبعة ثمان حريق تسعة هاي الناس متضررة كل هاي القرية البدو هذا الأبو الأرض هاي نحن جاعد يوم كل سنة متعمد الحريق كل سنة بس بالنسبة للتعويض تعويض ماكو وبالنسبة إذا صار حريق الفلاح مستعد هو يشيل حمله بيده لأن الحكومة مارحة لا تدعمه تعويض دفاع للفلاح ماكو ماكو هذا كله على المجهود على النفق الخاصة الدعم ضعيف جدا جدا أما السلطات المحلية في محافظة التأميم فقد اكتفت بتعميم تعليمات وإرشادات لمنع الفلاحين من المباشرة بحصاد محاصيلهم من الحنطة والشعير بدون الحصول على تصريح أمني مسبق عدم القيام بالحصاد بالمناطق التي يكون فيها خطورة في أثناء عملية الحصاد إلا بتأمين قوة أمنية تكون متواجدة في المنطقة أو بموافقة القوات الأمنية لإجراء عملية الحصاد وعلى مدار أربع سنوات كانت حقول الحنطة عرضة لعمليات إحراق متعمدة قيدتها القوات الحكومية إما ضد عناصر مجهولة أو ضد تنظيم داعش بينما يتهم سكان هذه المناطق وفلاحوها أطرافا مرتبطة بجهات حكومية بهذا الإحراق في إطار استنزاف مقدرات العراق الاقتصادية لحساب إيران وغيرها